بداية دكتور يسري أهمية هذه الزيارة والمتوقع منها طبعا في البداية خلينا أقول أنه يمكن الظروف اللي احنا بمر بيها أو الظروف المنطقة ظروف صعبة جدا ويمكن كلنا شايفين نرجع بس تاريخيا شوية احنا 2016 تحديدا بدأنا ملف إصلاح اقتصادي بالاتفاك مع صندوق النقد الدولي ويمكن 16 و 17 و 18 اشتغلنا 19 ومشتغلش 20 و 21 و 22 و 4 سنين ما بين كورونا و حرب قصة أوكرانيا 22 و 23 حرب غزة منطقة مرتهبة تماما أنت بتشتغل في برنامج إصلاح اقتصادي علشان خاطر تصلح على اقتصاد القلي بتاعك والاقتصاد القلي عندك فيه شغل فيه ضعف في جوانب اقتصاد القلي وطبعا كلنا خارجي من 4 سنين أو 5 توقف اللي هم من 2011 إلى 2014 فأنت بتحاول تصلح على اقتصاد القلي وتحوله لاقتصاد قادر على أنه يعمل تنمية ونمو احتوائي للبلد لكن ما قدرتش عشاء خطر ظروف وتحديات وصلت هذه الظروف أن أنت برضو مستمر على برنامج الإصلاح ومستمر على برنامج البناء مش عشي توقف عن البناء وعن عادة هيكلة الدولة وعن عادة قدرة الدولة ومصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى أن جاءت توجهات سيد رئيس الجمهورية كادة السياسية المصرية في إحدى اللقاءات يعني ربما أنه في ارتفاع أسعار الوقود وتحريك أسعار الوقود قبل أكثر من سبعين ثلاثة أدت إلى ارتفاع تضخم 17.5% ربما جاءت توجهات الكادة السياسية المصرية ونداء ربما الصندوق النقد الدولي نحن نحتاج إلى مراجعة الأمر مع الصندوق حتى يتم رفع ذلك عن كاهل المواطن المصري عن التحديات لأنه في النهاية نحن بنجري كل العلاجات للاقتصاد والتشاول الاقتصادي ده ليه عشان يعود على المواطن المصري وتحسين حياة المعيشة وتحسين المعيشة للمواطن حصل أنه في مشكلة ما ظروف متغيرات كبيرة جاءت الدعوة إلى هذه الزيارة السندوق النقد الدولي نظرا لأنه اهتمامه بجمهورية مصر العربية اهتمام شديد جدا الزيارة كانت بمدير عام السندوق نفسها اللي اظهرت مصر والتقت بسادة الرئيس الواضح أنه فيه ظروف صعبة جدا خارجي على الإرادة مصر تحملت تقريبا 17 مليار دولار ده رقم كبير جدا 10-11 مليار دولار فطور التوافدين نظرا الظروف المحيطة من دول الشقيقة والظروف الصعبة والستة لسبعة مليار دولار انتفقدتهم في تحديات جو سياسية على دخل قناة السويس أكثر من 75% من دخل القناة وتفتقدوا فبلد انتفقت 17 مليار دولار وهي بتعمل برنامج إصلاح اقتصادي علشان تعالج التشوهات في السياسات المالية والنقدية وإصلاح حيكالي لقطاعاتها ده صعب جدا جدا عليها وطبعا خلينا اقول ان حالة اجماع شديد جدا ومعجز للعالم سواء السندوق والحكومة وهذا ما تحدث فيه سيد الرئيس دائما ان الشعب المصري العظيم هو بطل هذه المرحلة المهمة جدا في التحمل لهذه الفطورة المرتفعة جدا من التضخم هنا عايزين نشوف هذه المراجعات والزيارة جاية عشان نعرف ايه المراجعات المراجعات دي خلينا نشوف ايه اللي حصل ايه اللي تم المصرح اقل ستة واحد من عشرة فقد اولي في الميزانية وده يعني شيء غير مسبوك احنا عندنا مستهدفات عايزين نخفض الدين العام ومقارنة اقوى نسبة ناتج المحل الاجمالي عايزين نقلل التضخم على قد ما نقدر عايزين نفتح فرص عمل ومعادلة بطالة موشدات الاقتصاد بتاعنا تقريبا المرحلة دي كان فيها يعني جزء كبير جدا من العلاجات وخلينا اقول ان احد هذه العلاجات المهمة جدا في الاقتصاد اللي هيئ المناخ الاستثمار عشان تجيلك صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة قدت الى زيادة السورة النقدية وزيادة صافي الاصول الاجنبية في جمالية مصر العربية لعشر وثلاثة امان عشر مليار دولار فده ادك مؤشرات جيدة جدا لاقتصادك حسن مناخ الاستثمار بشكل جيد وده واحد من اهم مناطق او اهداف او قليات برامج السندوق فاللي احنا بنتكلم على في مشكلة كبيرة جدا في اقتصاد المصري نعم المشكلة دي كانت قديمة ويعني مرحلة من سنوات كبيرة نعم في اجراء اصلاح لهذا الكلام طبعا هذا الاجراء ما بيبقاش بين يوم وليلة ولكن بيخضع لظروف ومتغيرات خارجية وداخلية كل فترة من فترات بيبقى فيه اجتماع مع السندوق عشان نعمل مراجعات مع كل الوزارات المعنية ايه اللي تم وفقا للبرنامج ده له اهداف ولو قليات